في البداية قلني نحاول قدر الإمكان ما نخرجش لكن الناس عندها أشغال وفي مدارس هتضطر تخرج في الآخر هو فعلاً أحنا مشكلتنا مع مرضى سواء حسية الصدر أو الجيوب الأنفية إن هم أكتر مرضى بيتأثروا بالبيئة أو بالجو حواليهم وأكتر ناس بيتضروا مع تقالبات الجو وخصوصاً في فترة تخول الربيع والربيع عندنا الحياة دايماً متطبط بالأخباطة في الجو وتراب نوبات تراب أو عدم استقرار في الجو ده بالنسبة لنا على طول بيترجم لمشاكل طبية على طول مع المرضى حسية عين حرقات عين دموع صداع مراخير مقفولة ديئنا فصل تهيب الحسية تراب تحت البق يعني النوبة تقوحها أزمات كتيرة جداً بتحصل طيب أحنا هنعمل إيه في تقالبات الجو مبدئياً زي ما أنت قلت لو نقدر ما نخرجش يفضل نحن ما نخرجش يعني بمعنى اليوم النهاردة في تقالبات أو في موج التراب أو جو مش مستقر لو أنا عندي فرصة أن أنا ما أخرجش من البيت ده يفضل عدم الخروج في الجو ده فأبقى في البيت ومقفلة الشبابيك ما دخلش يعني ما بقاش قاعدة ومفتح الشبابيك ما عملتش حاجة أقفل الشبابيك والبواب وبقدر الإمكان أحافظ على البيت إنهم ما يتعرضش للتغيرات اللي برا طيب دكتورة ما عليش أسفل المواطعة احنا نبقاش عارفين إمتى نقفل وإمتى نفتح إحنا نبقى خايفين من تقفيل البيت ده برضو إنه هو يسبق التراب يتحرس جوه وتبقى الحسية أكتر وممكن يلاقي فيروس أو بكتيريا لو ما فيش هوا داخل وما فيش شمس داخل أحنا نبقى خايفين أكتر برضو لأحنا لازم نفرق بين تهوية البيت وإنه نقفل لما يبقى فيه موج التراب يعني أنا لازم كل يوم البيت يتحوى التهوية دي ضرورية لأي مكان بنعيش فيه لازم تجديد الهوى باستمرار فدي حاجة مفروغ منها بصفة يومية ودايمة لكن إلا إحنا بنتكلم فيه إن أنا عندي النهار ده مثلا قامت موج التراب أو قامت عاصفة ترابية إذا ما بيحصل عندنا في بعض الوقت في الحالة دي قبل ما تقوم عاصفة التراب أقفلة الشبابيك وحافظ على جو البيت خالي من التراب ده على قد ما بقدر طبعني برضو الشبابيك والبواب ما بتعزلش مية في المية بس هتبقى أرحم بكتير من إن أنا أتعرض بطريقة مباشرة للتراب ده طب أنا مضطرية زي ما حتك بتقول عندنا أشغال مضطرية أنزل هأخلي فترة تعرضي للجو الخارجي على أقل درجة ممكنة وممكن نستعمل المسكات اللي احنا كنا بنستعملها أيام الكورونا دي برضو حتفلتر شوية أو حتقلل شوية نسبة التراب اللي هتعرضه طبعا مهمة قوي في الفترة دي أي مريض يبقى مواظب على الأدوية بتاعته البخخات والأدوية اللي بياخدها لازم يبقى الانتظام عليها جديد في الفترة اللي فيها تقلبات دي علشان دي بتقلل استعداده للمشاكل الطبية اللي ممكن تحصلوا مع التعرض للتراب طيب لو أنا أنا مقفل هوب وهتطر إن أنا أنزل مثلا بعد شوية ما عملش معادلة مثلا أفتح الشباك شوية كده يهو الدنيا ولا أنزل مرة واحدة اللي هوا تحته تراب حكاية إن أنا أفتح وعمل معادلة دي بنعملها في الجو البارد مش في التراب أنت التراب مش محتاج معادلة أنت حتواجه تراب فأنت محتاج تهزل عنه على قد ما تقدر أو تفصل بينك وبينه لكن إم تحتاج أعمل حكاية المعادلة والتهوية دي في يام الشدة الشتة لما يبقى الجو برد برة تبقى البيوت متقفلة ودفين ونائز الصبح بدري أو الولاد نازلين للمدرسة ساعة ستة ولا سبعة الصبح جو ساعة جدا والبيت متقفل ودافي ودقايمين من تحت بطاطين ومتكلفتين هي دي بقى اللي أنا بحتاج إن أنا لازم أفتح شوية في البيت أهوي علشان ما يبقاش فيه تغيير مفاجئ في درجة حرارة الجسمية إحنا دايماً أكتر حاجة بتأثر فينا يبقى فيه تغيير مفاجئ في الدرجة حرارة يبقى من سخ ندخل على ساقع أو من ساقع أدخل على سخ هي دي اللي بتعمل مشاكل ففي الشتة لأ أنا أهوي قبل ما ننزل أو قبل الولاد ما ينزلوا لمدرسة أهوي البيت شوية يبقى فيه نسمة هوا بحيث ما يبقاش فيه فرق درجة حرارة والولد بيفتح باب الشقة أو باب العمارة يفاجئ بفرق درجة حرارة 10-15 درجة مثلاً في وش